فترة يلا نرى ان نشوف مصري ديفيد عملت ايه في الاجازة اه مستدين اجازة مش حد تنسي ودلوقتي مش هتحقيقه من فيلم الطيور لالفريد هاتشكو حلو قوي نار المعذكر دي حتيش هو ايه يا شباب ايه اللي ممكن يحصل لما قارب متكلم يخش في حوار مع ام لترا غاية احنا طبعا مش فاهمين هما بيقولوا ايه بس شكله كلام كدير احجانا بتعدي عليك حاجات في يومك تخليك تقول سبحان الله الرجل ده شايف قدامه ازاي في شوية اقوال مقصورة لازم تحاول تنساها زي مثلا ما تخافش بالحديد لا يعورك او مثلا الارتفاعات مش شيء خطير او ان الحزنة ما بتعودش او القطط بتحب اللي يجري وراها يلا لويس وريها شقاة الرقالة لويس نر تقريبا لويس حاول تصحب شكله صاحي من كبوس انا بقول لويس ياخد كمان لفة اللفة اللي فاتت دي قضها نايمة الرشاقة والاتزال هي دي مقونات مدر من كونفور عم رجالك احساس ان في حد ماشي وراك الان حلقة جديدة من مسلسل الطبع بطولة القطة المش مشي احيانا بتيجي مع الهبل دبل من اول مرة لو جات معاك ما تحاولش تتجرب التانية اه و لو اللي جيح تتعمل حركة صعبة احمد ربنا على كده احبا بصور تترجم لنحدث ارجع احبا بصور تترجم لنخبير احبا بصور تماما احبا بصور تسلط احبا بصور تترجم لنفسك هتحاولش تجود اللي ممكن تستفيده من انك تمارس الرياضة وانت مغمط عينيك جسم رشيد ثقة بالنفس و شوية كلمات شوية كلمات كتير العصائر بلاستيك اللي في إيدي دي ما تحاول ورش عايل آسف سحبت كلامي و دلوقتي حنقدم لكم أسوأ برنامج تلفزيوني عم رحاية الحيوانات في العالم حسنا حسنا آسف 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 اشتركوا في القناة و لما نرجع لكم معنا صاحب المركز الاول مهرجين بالفترة